ينضم إلينا من بغداد الخبير وبالموارد المائية تحسين الموسوي سيد تحسين أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية ما هي أسباب جفاف هور العودة بالكامل للعام الثاني على التوالي مساء الخير عليكم وعليكم متابعكم الكرام بالحقيقة مسألة الجفاف تضرب العراق بالكامل ليس فقط الأهوار وأكيد الأهوار الآن صابها الضرر الأكبر اليوم نتكلم عن بحيرات تم ردمها وتم أعدام كثير من ثروة سمكية بسبب عدم توفر المياه لاحظوا أن العراق اليوم غادر الخطة الصيفية العراق الآن هو حقيقة وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة تحاول الآن توفير مياه الشرب أو إسعاف البساتين تكلمنا سابقا نحن أمام خزين متدني جدا وصل إلى مراحل حرجة المتبقي هو من الجزء الميت ونحن أمام حقيقة موسم خامس على التوالي من الجفاف إضافة إلى ذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أما مسألة الأهوار الكل يؤرب أن الأهوار كانت تحتاج أو تأخذ نسبة حوالي 12% من الإيرادات الداخلة إلى العراق التي هي الآن تكادت مقضوعة وبنسب قليلة جدا أنا أتكلم عن مسألة 12% عندما كان هناك تصل الإيرادات بحدود من خمسة ولا ربما سبعة آلاف متر مقعب بالثانية والكل يعلم أن زيادة رئيس المزراء الأخيرة للجانب التركي لم يتم الحصول إلا على 200 متر مقعب وعلى حوض دجلة ولمدة شهر واحد يعني الوضع بالنسبة للأهوار ليس وضع مفاجئ بهذه الشحة المائية لم تكن هناك احتياطات لازمة لم يكن خاصة وأن الأهوار يعني للأسف الشديد بعدما دخلت التراث العالمي ودخلت كمحمية دولية لم يستطع القائمون على هذا الملف سيد تحسين ألم يتوم الإعلان عن إطلاق إيران نسب معينة لنهر الكارون ما زاد من نسب المياه في العراق قبل أيام لا لا بالحقيقة نهر الكارون ونهر الكرخة منقطوع بالكامل منذ عام 2000 يعني لا توجد أي إطلاقات بالنسبة إلا أن تكون هناك فائض نتيجة يعني العراق تلقى سياسات دول الجوار عندما تكون هناك فيضانات وتكون هناك زيادة لكن بالنسبة لنهر الكارون والكرخة بالكامل انقطع منذ عام 2000 يعني إيراداتها بدأت تصل صفر بحيث أن هذا الأمر أثر سلبا أكثر على مسألة شط العرب وارتفاع اللسان الملحي هذا يعني الوضع بالنسبة لإيرادات أما بالنسبة كلامي على هور العودة هو يتلقى من الموارد الداخلية مثل ما اتفضلت من قضاء الميمونة عبر نظم البتيرة وهو مجموعة من المسطحات المائية ليست فقط هور العودة في منطقة ميسان أنا أعتقد هناك بعض الأهوار مثل أم البقر السعدية السودة هذه كلها متعرضت للجفاف وتعرضت إلى أيضا فقدان التنوع الأحيائي هذه المناطق الغنية حقيقة بالطيور والتنوع الأحيائي والتي اعتاش عليها كثير من القرى أيضا ثروة سمكية الجاموس هذه كلها انقرضت يعني اليوم الحديث عن وضع الأهوار ووضع مفجع حقيقة وصل إلى مراحل صعبة جدا إضافة إلى ذلك إلى تأثيره السلبي من ناحية هذه النظم الأوكولوجية التي تحافظ على عملية التوازن يعني هناك ستكون ارتفاع بدرجات الحرارة مثل تحتباس الحراري سنكون حقيقة أمام أيام حرجة وصعبة جدا في قادم الأيام وخاصة نحن بدأنا يعني بدأ موسم الحر لدينا وبدأت الأيام الحرجة أنا نقول في بداية حديثي الوضع الموارد المائي في العراق في متاهة والوضع وصل إلى حرج أفلوا للمتاحة على الإحفاظ على الأهوار سيد تحسين يعني كانت هناك حلول كان من المفروض أن تكون تتحرك الخارجية وخاصة أن القانون الدولي أو القواعد الدولية أجازت على دول المجرى تأمين حصص النظمة الأكولوجية كونها محمية دولية كونها تراث عالمي لكن للأسف الشديد ما لاحظنا هذا التحرك يعني الحلول بالوقت الحالي أصبحت معقدة جدا كون العراق وصل إلى مرحلة الإفلاس المائي أنا أقول العراق يحتاج الآن حقيقة إلى تدخل المجتمع الدولي خاصة ونحن نتكلم اليوم أنه حتى في مسألة البيئة والقواعد الدولية أن الدول التي تسبب التلوث هي من تدفع الضرار والآن حقيقة العراق يتعرض الحصار كبير لعملية ابتزاز كبيرة من مسألة الحصص المائية لحد هذه اللحظة لم يكن هناك التوصل إلى اتفاق في هذا الضرب إلى أطلاق أو ما هي حصص العراق المائية نلاحظ كلها كل ما يدور هو عبارة عن محادثات وتبادل لزيارات وهناك فقط أنه أنا أعتقد الجانب التركي دائما حضوره من الأعلام فقط لم يبدي لحد هذه اللحظة أي مرونة في مسألة ملف المياه وهو مستمر أيضا في إنشاء الخزانات في إنشاء السدود في السيطرة التامة أنا أقول أنه يكفي مضي على الوقت أكثر من خمسين سنة لم نتوصل إلى حلول والآن العراق يحتاج إلى الذهاب إلى المجتمع الدولي كونه يتعرض إلى عملية ضرر كبيرة ستكون لها داعيات كبيرة وخاصة على صحة الإنسان وهو تهديد عندما نتحدث اليوم عن تهديد الأمن الغذائي وميحسر الحياة إذا نتحدث عن تهديد الأمن القومي ومتنى كثيرا لك على حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير بالموارد المائية تحسين الموسوي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا شكرا جزيلا لك على حضورك معنا المترجم للقناة